الموضوع الآخر فاكتورس افكتين راكشن رات بسايد كونسيتريشن تيمريشور سولفن كاتاليست and light افكت راكشن فيلوسيتي طبعا سرعة التفاعلات ما فقط تتأثر بالكونسيتريشن اللي ترسناه من خلال الوردرز of the reaction وإنما تتأثر أيضا بدرجة الحرارة السولفن الكاتاليست اللايت وهذه ها يتمثلي ظروف الخزن اللي تهمنا طبعا يعني نحن بالنسبة للأدوية على سبيل المثال اشن هي الظروف المناسبة اللي نخزن بها حتى نحافظ عليها stable إلى نهاية فترة الـ فرح نبدأ بأول condition اللي هي effect of temperature تأثير درجة الحرارة the speed of many reaction increases about two to three times with each ten degree rise in temperature فشافوا أنه سرعة التفاعلات تزداد أو تضاعف مرتين إلى ثلاثة مرات مع كل ارتفاع كل عشر درجات ارتفاع في درجة الحرارة وطبعا هذا تأثير كبير خصوصا بالنسبة مثلا الأجوانة اللي يكون بيها الصيف جدا مرتفع درجة الحرارة تتجاوز الأربعين فبهالحالة الخزن غير المناسب للأدوية قد يسر عملية الدرجة وينطينا expiration قبل الموعد فلهذا معرفة معرفة تأثير الحرارة جدا مهم بالنسبة للأدوية طبعا ليش الحرارة تزيد لي سرعة التفاعل بناء على نظرية التصادم اللي تنص على أنه التفاعلات تحدث نتيجة تصادم الموليكول وحدة مع الأخرى فكلما كانت درجة الحرارة أعلى كلما كان الكينتك انيرجي للموليكول عالية وتسرعة الموليكول وحركة الموليكول أعلى وبهذا رح تكون البروبابيليتي أن تتصادم الموليكول ويحدث التفاعل أعلى فزيادة درجة الحرارة رح تنطينا رياكشن أسرع وبالتالي إذا كان الرياكشن معناه هو ديجريديشن لإدراج معين فالديجريديشن رح يكون أسرع ورح نصل إلى الإكسفير ديت بفترة أقل إذا كان الدواء مخزون بدرجة حرارة مرتفعة هذا التأثير طبعا وضع بمعادلة مقترحة اقترحت من العالم أرينيوس حتى يطلق عليها اسم أرينيوس المعادلة هي لغ كي الكي هنا يمثل لغ كونستان يساوي لغ ا والأي هنا هي كونستان يطلق عليها اسم أرينيوس كونستان أي جاية من أرينيوس ما لها علاقة بالكونستريشن اللي أخذنا بالمعادلات السابقة لغ ا ناقصا اي اي اللي تمثل الاختيفاشن انيرجي على 2.303 مضروبة في واحد على RT الار الانقاس كونستان والT هي الانقاس بالكلبن هنا عدنا معادلة المشتقة من ارينيوس اكويجي بالاعتماد على 2 ريت كونستان at 2 different temperature وهي المعادلة عادة تستخدم لحساب الانقاس انيرجي من يكون عدنا سرعتيا أو ريت كونستان at 2 different temperature يعني هاي المعادلة ممكن مهمة للاطلاع الأهم هو الارينيوس equation الأصلية الان كيف استطيع ان استفاد من الارينيوس equation وحقيقة انه التفاعلات سرعة تزداد بازدئات درجة الحرارة عمليا كلتنا نعرف انه كثير من التفاعلات تكون بطيئة بدرجات الحرارة العادية normal room temperature ودراست ودراست راح تكون بها الحالة صعبة جدا لان تستغرق وقت طويل فلهذا اللي راح نعمله راح نجري التفاعل بدرجات حرارة مرتفعة حتى اختصر الزمن وباستخدام احسب سرعة التفاعل بدرجة الحرارة normal room temperature هاي العملية يطلق عليها اسم accelerated stability testing وطبعا جدا مفيدة في حساب expired date او decomposition of any drug بدل ما انا ادرس normal room temperature واستغرق وقت طويل ادرس elevated temperature بدرجات حرارة عالية ورجع باستخدام arenius equation احسب الrate of degradation at room temperature ف the k values for the decomposition of drug at various elevated temperature are obtained by plotting some function of concentration depending on the order against time as shown in this figure العملية راح تتم بناء على الشكل اللي امام نا اللي راح يصير انه انا اجري التفاعل المالي او على سبيل المثال المثال اللي هو drug decomposition راح ادرس decomposition at elevated temperature و اهنا بالمثال ما انا مختارين اربع درجات حرارة اللي هي 70 60 50 40 ف الدراسة الخطوة الاولى انه احسب rate constant عد elevated temperature ف اشن راح نحسب rate constant بان اعرض الدراق مالي الى درجات حرارة ومع الزمن ادرس التغير بالتركيس ف راح عند السبعين راح احصل هاي الريلاشنشيب وعند 60 نظر وعند الخمسين نظر 1 طبعا احنا الكونستريشن مع الزمن يعتمد بناء على الوردر فاذا كان التفاعل مع 0 راح ارسم الكونستريشن مع الزمن واذا كان ارسم الكونستريشن مع الزمن هذي نفس اللي شرح الوردر الكونستريشن مع واحد على التامبريجر ممكن ان احسب سرعة التفاعل تامبريجر وطبعا التارجت معنا هو الريت كونستاند الريت تامبريجر اللي يتمثلي روم تامبريجر بهالحالة قدرنا ان نعرف السرعة التفاعل تامبريجر بتجربة تستغرق وقت اقل بكثير مما لو اجرينا التفاعل على درجة 25 وانتظرنا الى ان يتغير هذه الطريقة اللي هي تسمى بال هي يعني الطريقة الرئيسية في حساب ال 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 خصوصا بالنسبة مثل ما ذكرنا للأدوية اللي ال ال ما يكون بطيء فعمليا ما منطقي ان ننتظر وقت طويل حتى نعرف ال ال و و نجري التفاعل او الدرجات حرارة مرتفعة وباستخدام ممكن ان اوجد التفاعل او سرعة التفاعل او سرعة ال ال الفاكدر الثاني اللي نريد نتكلم عنه واللي تأثر على سرعة التفاعل هو التأثير الميديم واللي ممكن ينقسم الى عدد اقسام فتأثير السولفنت راح يعتمد على الفرق بالبولاريتي ما بين البرودكت والرياكتنت فإذا كان البرودكت أعلى من البرودكت من البرودكت فالسولفنت إذا كان بولار راح يسرع من التفاعل والعكس صحيح أن البرودكت سيسرع من البرودكت من البرودكت من البرودكت هذا بالنسبة للسولفنت النقطة الثانية هو تأثير تركيز الأملاح بالسولفنت أو الميديوم اللي راح نحضر به للإدراج معنا الإيونيك سيترينغ طبعاً يأثر بحالة وحدة إذا كانت المتفاعلات هي آيونات آيون بمعنى تحمل تشارج فلو كانت المتفاعلات كل المتفاعلات all or one of the reactants neutral ما عنده تشارج فالإيونيك سيترينغ ما راح يأثر لي على سرعة التفاعل بناء على هذه المعادلة اللي أمامنا log k log red constant راح يساوي لي log k0 هنا نقصد بk0 هي سرعة التفاعل أو ثابت التفاعل بدون تأثير الإيونيك سيترينغ add zero ionic سيترينغ plus يعني log هنا سرعة التفاعل أو ثابت التفاعل بتأثير الإيونيك سيترينغ يساوي سرعته بدون تأثير الإيونيك سيترينغ plus 1.2 z a z b تحت الجدر mu z هنا اتمثل لي charge of the reactant فلهذا إذا كان عندي واحد من الرياكتنت a أو b أو كلهما neutral بمعنى أنه charge راح تكون zero وبالتالي هذا المقدار كله راح يكون zero فلهذا إذا كان عندنا أحد المتفاعلات neutral فالإيونيك سيترينغ ما راح يأثر على التفاعل أحد المتفاعلات أو جميعهم فما راح يكون عندي أي تأثير للإيونيك سيترينغ لكن إذا كانت المتفاعلات كلها تحمل شحنة فالإيونيك سيترينغ سيأثر وتأثيره راح يكون اعتمادا على المعادلة اللي أمامنا التأثير الثالث ضمن effect of medium راح يكون لل di-elektric constant effect of di-elektric constant the di-elektric constant effect the red constant of an ionic reaction يعني أيضا التأثير راح يكون على التفاعل ما بين الـ ions اللي تحمل شحنة for a reaction between ions of opposite charge يعني نقصد بها أنه إذا المتفاعلات كانت تحمل شحنات مختلفة يعني سالبة وموجبة and increase in di-elektric constant of solvent result in a decrease in the red constant and increase in the rate of the reaction and increase in the rate of the reaction in the rate of the reaction and the rate of the reaction is frequently influenced by the presence of a catalyst a catalyst is defined as a substance that influences the speed of a reaction without itself being altered chemically فالكتاليست هو المادة اللي تدخل تسرع سرعة التفاعل بدون أن تتأثر بحد ذاته يبقى الكتاليست قبل وبعد التفاعل بنفس صيغته الكيميائية catalyst is considered to be operated in the following way الميكانزم المقترح لشغل الكتاليست هي استخدام الكتاليست أنه ممكن نسميه بالرياكتال ويكون للمعقد الوسطي أو الانترميديد اللي تكون الاتفاعل لكن الانيرجي لا له أقل وبالتالي ينطيني تفاعل أسرع لكن الانترميديد ينطيني الانترميديد لتجنرى الكاتاليس ومصير في هذه الطريقة الكاتاليس يقوم بإمكاني الانيرجي وانتقوم بإمكاني الانترميدي طبعا من أهم أنواع الكاتاليس هو الاسد بيس كاتاليس لهذا رح ندرسه بشيء من التفصيل كثير من الأدوية الديكمبوزيشن ما لا يسرع بوجود الاسد أو البيس وأفضل مثال على هذا النوع من الديكمبوزيشن هو تحلل الاستا الاستر واللي طبعا هي موجودة في كثير من الأدوية ممكن أن تتحلل بالاسد ميديوم أو البيسيك ميديوم مثل ما نشوف بالمعادلة اللي أمامنا الاستر الصيغة الكيميائية هذه بوجود الاسد ممثل بالبروتون ممكن أن تتحلل إلى الالديهايد والكحول وكثيرا بوجود الهايدروكسيل أن يمثل البيس وممكن أن تتحلل أيضا إلى الالديهايد والكحول ولكل تحلل عنده سرعته الخاصة اللي ممكن أن نرمز له مثلا البيس كي أو إيج أو ريت كون ستاند فور ده هيدروكسيل كاتاليسيس والنسبة للأسد هنعطيه رمز كي فروتون اللي هو ريت كون ستاند فور ده إيفكت أوف أسد السؤال هو إيشني هي أفضل بي إيج اللي ممكن أن تحافظلي على الاستر ستيبل فحتى نقدر ندرس هذا التأثير راح نستخدم المعادلة اللي أمامنا اللي يتمثل مجموعة تأثير الاسد والبيس على الاستر فكي أوبزيروف تحين الأو بي إيس هي من كلمة أوبزيروف أو المشاهد اللي يمثل لي الكي أو بي إيس يمثل لي التوتر ريت كون ستاند أوف ده سيستر السرعة الديكمبوزيشن أو الهايتروليسيس للإستر النهائية فاش راح تساوي لي الكي زيرو اللي يمثل لي الريت كون ستاند فور ده سبونتينيس هيدروليسيس يمثل لي تحلل الإستر بدون تأثير الأسد أو تأثير البيس بلاس كي ون مضروب بالتركيز البروتون اللي يمثل لي تأثير الأسد وكي تو مضروب بتركيز الهايدروكسيل يمثل لي تأثير البيس فالمحصلة النهائية الأوبزيروت هي اللي راح تمثل لي الريت كونستاند للديكمبوزيشن النهائي الآن حتى نقدر ندرس تأثير الأسد والبيس على الهايدروليسيز ريت بشكل واضح راح نحاول نبسط هذه المعادلة الحالة الأولى لما نكون بأتلوبي إيج فهنا راح يكون تركيز الأسد هو الطاغي بينما التركيز والبيس البيس راح يكونون كلش اقلال فممكن أن نحذفه من المعادلة فنقدر نكتب المعادلة بالشكل الآتي أنه الريت كونستاند أو الـ observed rate constant of hydrolysis equal the rate constant due to the effect of acid multiplied by the concentration of proton أقدر أبسط أكثر بأن أخذ لغ للطرفين إلى أن أصل إلى هذا المقدار ناقص لغارثم تركيز الهايدروجين كلنا نعرف أنه ناقص لغارثم تركيز الهايدروجين يساوي pH فراح نحصل على هذه المعادلة النهائية لتأثير الأسد على الـ hydrolysis of ester اللي هي log observed hydrolysis rate constant due to the effect of acid K1 minus pH وهذه المعادلة ممكن أن أرسمها وأحصل منها على حجسم الـ observed rate constant مع الـ pH إذا نرسمهم رح نحصل على linear relationship or straight line with a slope of minus i من الطرف الآخر أو الجهة الأخرى اللي هو تأثير القاعدة at high pH العكس رح يكون هو الصحيح أنه at high pH التركيز الهايدروجين هو اللي رح يكون طاغي بينما تركيز البروتون رح يكون قليل جداً وكذلك تركيز أو تأثير الـ spontaneous hydrolysis أيضاً رح يكون قليل بمقارنة التأثير القاعدة فممكن أن ألغيهم من المعادلة وأكتب المعادلة بالشكل الآتي أنه الـ observed rate constant يساوي لي rate constant due to the effect of base multiplied by the concentration of hydroxyl أيضاً هذه المعادلة ممكن أن أبسطها أكثر باستخدام dissociation constant of water وأخذ log للطرفين إلى أن أصل إلى المعادلة هذه اللي بيها minus logarithm تأكيز الهايدروجين قلتنا نعرف أيضاً أنه minus logarithm الهايدروجين يساوي أن الـ pH فالمعادلة ممكن أن تكتب بالشكل الآتي أنه log observed hydrolysis rate constant يساوي أن log rate constant due to the effect of base k2 multiplied by the dissociation constant of water إحنا لا أسرعدكم لبس مع بين الـ k الذي يتمثل للـ dissociation constant و الـ rate constant of the effect of base زائداً الـ pH إذا رسمنا الـ log observed rate constant مع الـ pH أيضاً راح نحصل على linear or straight line with a slope of plus 1 حتى توضح هذه العلاقين راح ناخذ الرسم فإذا رسمناه log k وهنا يمثل لـ k هو observed مع الـ pH فهتلو pH تأثير الأسد راح يكون هو الطاري وتشوفون هنا الـ hydrolysis جداً تكون عالية أعلى شيء بتأثير الأسد كل ما ارتفعت الـ pH راح يقل تأثير الـ hydrolysis due to the acid فنحصل على هذا الـ straight line اللي يكون هو slope of minus 1 ليش minus 1؟ لأنه تأثير الـ hydrolysis of the acid يقل بزيادة الـ pH إذا أن أصل أو الطرف المقابل كل ما زادت الـ pH راح يزداد تأثير الـ base على الـ hydrolysis فرح أحصل على هذا الكيرف الآخر اللي يكون الأسلوب ماله plus 1 يكون تصاعدي لأن كل ما زادت الـ pH راح يزيد تأثير القاعدة أفضل pH أش راح تمثل لي هي هذه نقطة الالتقاء ما بين الكيرفين عند هذه النقطة هنا راح يكون عندي أقل hydrolysis بسبب الأسد وأقل hydrolysis بسبب الـ base فمن خلال هذه الدراسة أنا راح أحرف الـ optimum pH اللي تنطيني أفضل stability للإستر وبالتالي أحسن expiration date أو أطول expiration date للإدراك معالي لهذا نير pH 3 a minimum is observed that cannot be attributed to either hydrogen or hydroxyl ion فعند النقطة التقاطع اللي هي تقريبا pH 3 راح تمثل لي الـ hydrolysis بدون تعثير الـ hydrogen acid or hydroxyl ion اللي هي جسلي الـ base this minimum is indicative of the solvent catalytic effect the rate of the solvent catalytic effect is measured through K0 اللي تمثل لي الـ spontaneous hydrolysis بعد pH 3 اللي هي نقطة التقاطع هنا راح يكون الـ hydrolysis لا بسبب الـ hydrogen ولا بسبب الـ hydroxyl وإنما بسبب الـ solvent أو ما أطلقنا عليه بالمعادلة الأصلية الـ spontaneous hydrolysis اللي ما ممكن أن نتجنبه لكن هذه القيمة الـ spontaneous hydrolysis تبثل لي أقل أقل hydrolysis اللي هي تكون المفضلة فأنا إذا أقدر أحضر الإدراج مالي pH around 3 راح أحافظ عليه stable as much as possible الآن عدنا 2 examples على هذه المعادلات أيضا راح يكون homework تحاولون تحلوه وتشيكون إجابتكم مع الناتج الموجود هنا أيضا هذا سؤال ثاني والإجابة ما له الحل الموجودة لكن مع هذا الحلول إن شاء الله راح تجيكم الأسبوع القادم لكن أرجو أن تحاولون تحلوه بنفسكم حتى تتعودون على هذا النوع من الأسئلة الموضوع الأخير اللي راح نتطرق له في هذا الفصل هو الـ complex reactions طبعا ممكن للتفاعلات ممكن أن نعبر عنا بالاستخدام الـ zero والfirst والsecond order reactions ببساطة لأنه قسم من التفاعلات تتكون من أكثر من خطوة وكل خطوة عند السرعة الخاصة بها والـ red constant الخاص بها اللي يؤثر على الـ overall red constant فهذه التفاعلات يطلق عليها الـ complex reactions وهي ممكن تصنيفه إلى ثلاثة أقسام They are of three main types Reversible reactions, parallel or side reactions and series or constructive reactions راح ناخد هذه التفاعلات الثلاثة الأنواع الثلاثة بشكل مختصر طبعا المعادلات للـ complex reactions المعادلات الرياضية تكون نوعا ما معقدة فهي فقط للاطلاع راح ناخدها حتى يكون عندكم فكرة أشياء واحد يتعامل مع حركة التفاعلات المعقدة لكن ما مطلوبة بالتأكيد للحفظ النوع الأول من الـ complex reactions هو الـ reversible reaction و كنت نعرف أنه الـ reversible reaction يكون عندنا مادة تتحول إلى product وبنفس الوقت الـ product يتطين أو يتحلل إلى الـ reacting molecule بسرعة مختلفة أسهل نوع من أنواع الـ reversible reaction لما تكون الـ two steps are first order process و حتى أقدر أتعامل أو أقدر أحلل هذا النوع من التفاعلات أحتاج أن أحسب سرعة الـ forward reaction أو الـ rate constant for the forward reaction و كذلك الـ rate constant for the reverse reaction كيف نقدر نعمل أو نقدر نحسب هالـ two rate constant نحن نعرف أنه قات إكوليبيرية أنه الـ reverse reaction يصل إلى مرحلة التوازن و عند مرحلة التوازن the concentration do not change so the rate is zero ظاهريا عند التوازن ما عندي تغير بتركيز المواد لأنه ما يتحول من A إلى B رح يساوي المقدار ما يتحلل من B إلى A فظاهريا ما عندي تغير بالتركيز وبما أنه السرعة هي دراسة التغير بالتركيز مع الزمن فما رح أقدر أحدد الـ rate equilibrium السرعة بسهولة مثل ما كنا نحدد بالـ first أو الـ zero order reaction فبهالحالة أش رح نعمل؟ رح نعتمد على الجزء ما قبل الإكوليبيريوم On the approach to the equilibrium رح يكون هنا عندنا تغير بالتركيز إلى أن يستقرون على نقطة الإكوليبيريوم هذا التغير أشوان رح يكون The net rate at which A decreases will be given by the rate at which A decreases in the forward step minus the rate at which A increases in the reverse step فإذا تكلمنا عن سرعة التفاعل بدلالة التغير بتركيز A فالتغير بتركيز A هنا رح يأثر عليه two process الـ process الأورى اللي هي الـ forward reaction واللي تؤدي إلى نقصان تركيز A والـ process الثاني اللي هي reversed reaction واللي تؤدي إلى زيادة تركيز A فالـ overall rate عشون رح تنحسب بـ أو تكون تتناسب الـ forward rate constant مضروب بتركيز A نقصان reverse rate constant مضروب بتركيز B طبعا هاي المعادلة أيضا ممكن أن نكاملها ونحصل على المعادلة اللي أمامنا اللي تكون بدلالة الـ initial concentration of A إذا نجي للـ slide الآخر تعريف المصطلحات فالـ A0 هنا رح يتمثلي starting concentration of A أو initial concentration of A الـ A يمثلي is the concentration at time t أو remaining concentration بعد مرور زمن معين واللي هو مع قبل مع قبل ووصول إلى الإكوليبريم وكذلك رح أحتاج الـ concentration of A at equilibrium طبعا KF وKR يمثلون الـ forward والـ reverse rate constant الآن هذه المعادلة هي أيضا ممكن أن أرسمها وأحصل على خط مستقيم فإذا رسمنا هذا المقدار قبل اليساوي مع الزمن رح أحصل على straight line يمثل لي slope of this straight line يمثل لي KF plus KR على 2.303 لحد الآن قدرنا نوجد معادلة نحسب بها المجموع مجموع وطبع وطبع لحد الآن لا أستطيع أن أحصل على KF وطبع 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 لهذا أحتاج إلى معادلة أخرى بما أنه عندي مجموع المعادلة فأنا أحتاج إلى معادلتين حتى أقدر أوجد المجهولين المعادلة الأخرى رح أأخذها من الإكليبريوم إذا جمعنا المعادلتين ممكن أن نحسب الـ forward rate constant والـ reverse rate constant وأقدر أتعامل مع هذا النوع من المعادلات هو هذا النوع من الـ complex reaction النوع الثاني من الـ complex reaction هو الـ parallel reactions These are common in the drug system عادة هذا النوع من التفاعلات موجودة بكثرة من الأدوية ورح نأخذ مثال التحلل الـ prednisolone حتى نوضح هذا النوع من التفاعلات The base catalyzed degradation of prednisolone will be used here to illustrate this type of complex reactions It was warned that in aqueous solution of sodium hydroxide as a catalyst prednisolone decomposes into acidic and neutral product طبعاً الـ prednisolone إذا أعطينا الرمز P هنا بالـ basic medium أو basic solution رح يتحول إلى two degradation products الأول acidic بسرعة ممثلة بالـ red constant K1 وـ neutral product ممثلة بالـ red constant K2 فـ overall change in the initial concentration of P رح يتحكم بـ these two processes فحتى نعبر عن هذا التغير رح تكون المعادلة بالشكل الآتي التغير بتركيز الـ prednisolone مع الزمن رح يكون البروسيس الأولى ممثلة بالـ red constant 1 في concentration of P زائداً red constant 2 وضروبة أيضاً في الـ remaining concentration of prednisolone ممكن أن أختصر هذه البروسيس بأن أجمع الـ two red constant red constant 1 أرمز له K فبثل ما تشوفون الآن هذه المعادلة صارت نفس معادلة الـ first order فممكن أن أعمل لـ integration وأحصل على معادلات تشبه معادلات الـ first order kinetic وأقدر أرسم هذه المعادلات فرضاً أنه نرسم لـ الـ initial concentration على remaining concentration راح نحصل على مع الزمن راح نحصل على straight line الـ slope ما له يمثل لي K وK هنا لا تزال هي مجموع الـ red constant of the two process فإذا أريد أعرف الـ red constant for each process فلازم أضيف معادلات أخرى باشتقاقات معينة ممكن أن أحصل على هذه المعادلات اللي تخدمني في حساب الـ red constant for the first process وكذلك الـ concentration of the acidic product أنا الآن راح تمثل لي الـ acidic product of the prednisolone degradation وكذلك في حساب K2 and the neutral product of the degradation of prednisolone طبعا هذه المعادلة أيضا ممكن أن نرسمها ونحصل على خط مستقيم فإذا رسمنا الـ concentration of the acidic product مع هذا المقدار واحد ناقصا e or exponential ناقصا kt راح حصل على خط مستقيم الـ slope ما لو يمثل لي المقدار الأمامنا وكذلك بالنسبة للـ neutral فإذا طبقنا هذا الكلام ورسمنا العلاقة ممكن أن أحسب ka من المعادلة اللي أمامنا أنه والـ ka راح تساويري الـ slope في total red constant على initial concentration of prednisolone بهالطريقة هاي قدرنا نحسب k1 ومن وجدنا k1 واردي k ممكن أنا أحسبه من المعادلة الأولى اللي تمثل لي معادلة first order reaction فإذا يبقى لي k2 بسهولة ممكن أن ينحسب من المعادلة اللي تجمع k1 مع total k النوع الثالث من complex reaction هو series or consecutive reactions هذا النوع من التفاعل راح يتكون من two step على شكل سلسلة فعلى سبيل المثال لو كان عندنا A تتحول إلى B بسرعة ممثلة بالk1 وB تتحول إلى C بسرعة ممثلة بالk2 فالتغير بالتراكيز A و B و C راح نقدر نحسبه من المعادلات الآتية طبعا أسهل خطوة هي الخطوة الأولى تحول A إلى B لأنه A تأثر على B و C لكن ما تتأثر بهم فنشوف معادلتها التغير step 1 التغير بتركيز A مع الزمن راح يساوي لي k1 مضروف في تركيز A وهي معادلة first order حسابه سهل التعقيد يبدأ B B هنا راح تتأثر ب two process تحول A إلى B واللي يؤدي إلى زيادة تركيز B وتفكك B إلى C بالسرعة k2 فهل two process راح تحكم لي تركيز B فتركيز B راح ينوجد أو التغير بتركيز B مع الزمن السرعة راح تنحسب من first rate constant مضروف بتركيز A ناقص second rate constant مضروف بتركيز B بالنسبة لC راح تتأثر ب B وبما أنه B تتأثر ب A فبالاستعاضة نقدر أن نقول أنه C تتأثر ب A كذلك المهم لحساب C rate of formation c راح استخدم المعادلة الثالثة اللي هي التغير dc على التغير بالزمن يساوي لي red constant 2 مضروف بتركيز B remaining of B طبعا هذه المعادلات ممكن أن أكاملة أيضا لحساب concentration of A, B and C at any time الخطوة الأولى مثل ما ذكرنا هي هي أسهل خطوة تنظيني معادلة first order هذه المعادلة أيضا هي نفسها معادلة first order اللي أخذناها ما تكلمنا عن first order reaction B راح تكون نوعا ما معقدة لأنه تكون محصلة to process وكذلك C راح تكون معقدة لأنه راح تتأثر ب A و B آه هذه فقط مثل ما ذكرنا المعادلات للاطلاع حتى تعرفون أشياء واحد يتعامل مع complex action حتى نقدر نحسب التراكيز at any time وكذلك نحسب متى راح نصل إلى expire date بالنسبة للأدوية آه هذا كل ما آه نريد نطرق له بهذا الفصل آه أتمنى أن يكون آه سهل بالنسبة للأسئلة الهومورك رجاءً حاولوا تحلوها الأسبوع القادم راح نطيكم الأجوبة لكن آه أتمنى أن تكونوا آه مع مرورة بداية الأسبوع القادم لكي نحليتم وبنفسكم تحياتي للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته